هل نروح لترأس دكتور الرعالي المسلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية لاستعراض الأعمال الخاصة بأسنة المالية المنتهية في 30-6-2021 بحضور أعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات استمع المسلحي للتقرير السنوي الذي يتضمن تقريرا موجزا عن نتائج أعمال الشركة القابضة والشركات التابعة وأهم الإنجازات عن السنة المالية المنتهية قامت الشركة القابضة بالتعاون مع وزارة التموين بتوفير السلع الغذائية اللازمة للمنظومة التموينية بما قيمته 36 مليار جنيه بمعدل 3 مليار جنيه شهريا لصرفها لأصحاب بطاقات التموين مع انتظام عمليات التوريد وتوفير الكيميات المطلوبة لتلبية الاحتياجات دون حدوث أي أزمات أو اختناقات كمان كان بفيه العمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بكميات تكفي لمدة من 3 شهور ل 6 شهور كما تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وما يكنت وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية حقيقة دور كبير جدا بس أنا كمان لفت انتباهي فكرة الإجراءات التنفيذية اللي هتم المشروع تطوير الشركات وما يكنت وربط نظم المعلومات لأن هذه هتعمل إحكام لهذه الشركات ويبقى عندنا معلومات متدولة وعندنا ما يحدث وبالتأكيد هذا المسألة أصبحت أمر حتمي والدولة المصرية واخدى فيه خطوات كبيرة جدا جدا الأزمة الحالية إذا كانت أزمة كورونا أو أزمة الأزمة الروسية الأوكرانية أوضحت بجلاء أن المسألة لا بد أن احنا اكتفاء زيتي ولا بد أن احنا عندنا رؤية مستقبلية ودي برضو بيانة زي ما احنا قلنا من شوية بيانة الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية أن أنا أقدر أعمل بنية أساسية في لأن أنا محتاج أن أنا أوفر مش توفير سلع بس لأ أنا محتاج أن أنا أوفر سلع وأضمن امداد هذه السلع بصورة منتظمة فبالتالي محتاج أن أنا يبقى عندي ويخزون سابت عشان أقدر يبقى فيه تدفق وامداد لهذه السلع فبالتالي كانت خطوات القادة السياسية بإنشاء العديد من الصوامع اللي هي تستوعب أن أنا يبقى عندي مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وتحديدا مثلا مثل سلع السلع للأمح وصلنا أن احنا عندنا مخزون استراتيجي لمدة ست شهور وصلنا يمكن آخر حاجة كان فيه مطابعة كمان من مجلس الشورى ومجلس النواب لهذه المسألة تحديدة التأكيد أو كان استوضحنا سياسات الحكومة في هذا الأمح يمكن آخر حاجة يمكن عشان بس برضو نبين عظم وحجم البنية الأساسية اللي بتتم ويمكن فيه كثير من الشعب المصري يمكن ما عندوش معلومات بيها إن بس صوامعتين من الصوامع دول مكلفين أكتر من 500 مليون جنيه ويمكن إحنا على خطوات إن برضو مازالت الإنشاءات في الصوانع مستمرة إن إحنا تعملين نوع من أنواع الاكتفاء بالتالي الخطة برضو المهمة والأشارة تحدثت لها فيه حركة تطوير في البنية الأساسية والرقمنة اللي بتمشي فيها الدولة المصرية وطبعا شايفين النموذج بتاع العاصمة الإدارية وإن كل الوزرات بتنتقل الآن بدأت الانتقال إلى العاصمة الإدارية وتحقيق الرقمنة فعلا فيه تطوير حاصل داخل وزارة التموين لتحويل المراكز التموينية إلى مراكز مطورة ويمكن حصل برضو فيه حوالي أربع شركات كبيرة داخل قطاع التموين حصل لهم نوع من أنواع الرقمنة والتطور التكنولوجي طبعا موضوع الدعم وفيه محتاج مجهود ومازال محتاج مجهود من وزارة التموين نقرر بذلك وبرضو بنستغل هذه الفقرة وإن لابد إن إحنا يبقى فيه نوع دائم من مراجعة الدعم على أستوار إن إحنا نضمن وصول الدعم لمستحقين وما يتسلبش جزء كبير جدا من ميزانية الدولة فيه ووصول لغير المستحقين في الدعم صحيح